اشتركوا في القناة 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 والقداسة ليست مجرد صفة يعني إذا حطينا الأول تعريف للقداسة نقول أن القداسة تعني التميز تعني التخصص تعني النقاء الكامل والطهارة الكاملة تعني عدم وجود أي عيب وده اللي قاله الرسول يحنى لما كلم عن رب قال أن الله نور وليس فيه الظلمة البتة فهو مميز عن كل الخليقة هو سامي فوق كل الخليقة هو لا يوجد فيه عيب أو ضعف ولا يوجد فيه خطأ هو كامل من حيث صفاته من حيث طبيعته من حيث محبته في كل أموره هو كامل فلما يقول الكتاب كونوا قدسين كما أن أباكو من سماوي هو قدوس الوصية دي اتقالت في العهد القديم اتقالت في سفر لوين في أصحى 11 وذكرت أكتر من مرة في العهد القديم ربنا بيقول لشعبه كونوا قدسين لأن أنا الرب إلهكم قدوس كونوا مميزين كونوا مختلفين لا تشبيهوا العالم ولا تشبيهوا الأمم اللي عايشين حواليكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين فمن الحقيقة المهمة جدا عن شخص الله إنه قدوس والقداسة هي مجمل صفات الله بل هي الرداء الذي تكتسي به كل صفات الله فالله في محباته كدوس الله في رحمته كدوس الله في عدله كدوس الله في بره كدوس الله في طل أناته كدوس فهو في كل صفاته هو كدوس وعش كده لما يجلنا يجي الرسول بطرس ويتكلم المؤمنين هو عارف إن المؤمنين عايشين في عالم ساقط إحنا عايشين في عالم ساقط وأحبائي كل يوم بيأكد لنا الكتير المؤدس إن إحنا عايشين في عالم ساقط وبتأكد لنا الأحداث أيضا اللي حوالينا إننا عايشين في عالم ساقط يعني الإسبوع اللي فات كلنا تألمنا نتيجة الانفجار الهائل اللي حصل في بيروت وشفنا كمية الدمار وكمية الخراب وشفنا نفوس ضاعت ونفوس هلكت ونفوس ماتت نتيجة هذا الدمار وشفنا بيوت اتدمرت وشوارع اتدمرت وشفنا عربيات اتدمرت وشفنا ناس اتشردت وشفنا ناس اتصابت وتفرجنا على كميات فيديوهات غير عادية كلها مليانة ألم وكلها مليانة حزن كلها مليانة تعب وصراخ اللي بيأكدوا بيأكد لنا إنه العالم اللي احنا عايشين فيه ده عالم ساقط وإنه الإنسان بطبيعته خاطئ الإنسان يحب الخطية ويحب الدمار ويسعى وراء الدمار وإنه امتلاك هذه الكميات الهائلة وتخزنها بهذا الشكل والتفكير في استخدامها في مواقف مختلفة في المستقبل جعل إمكانية انفجارها وهلاك المدينة وخراب المدينة واضح جدا فده بيأكد هنا بيأكد لنا سواء عايش في الغرب أو عايش في الشرق على فكرة فمن حوالينا الشر بيحيد بنا بكل سهولة طيب إزاي أنا كمؤمن عرفت الرب يسوع إزاي أقدر أعيش متميز في عالم يكره التميز إزاي أعيش طاهر في عالم يكره التهارة إزاي أعيش في نقاء في عالم يكره النقاء عالم يشجع على الفساد ويشجع على الرزيلة ويشجع على الخطيئة كيف أعيش في هذا العالم وأنا محتفظ بطهارة وبقداسة وعايش ببر بحسب كلمة الله هنا بيجي الرسول بوليس يكلم المؤمنين اللي هو بيكتب لهم واللي بتوصل إليهم أنه هو إحنا النهاردة بتوصل لنا كلمة الله بيقول لنا لازم نعيش بقداسة ولازم نعيش بطهارة هكمل مع حضراتكم إيه الأسباب اللي على أساسها ينبغي أن نحن نكون قدسين ونكون أيضا مثل أبونا السماوي نشبه الآب السماوي الذي هو قدوس هقف هنا وهكمل في الجزء الثاني على الأقل ثلاث أسباب بيشجعونا على أن نكون قدسين لكن كمل مع أخونا ناصر وبعدين أرجع إلى حضراتكم في تكملة للتأمل أمين حضرة الأساسو وحضرتك بتشرح وبتقول تذكرت النشيد الشهير اللي بنعرفه بأشاعية ستة اللي كانوا أقرب كائنات للعرش السرفيم اللي قالوا قدوس قدوس رب الجنود مجده ملقه كل الأرض وكأنه اللي بدي يعرف القداسة يقرب من ربنا أكتر فبيشوف القداسة أكتر وكأنه هالقداسة بتقل كل ما بعدنا عن الكلمة عن النمو فيه عن المعرفة فبتشجعني هاي إنه شوف يعني هم اللي قالوا مجده ملقه كل الأرض هم قدروا يشوفوا هالشي كل ما قربوا عليه من جلاله بتوقع هالشي بنطبق علينا إحنا حاب أرن معكم هالكلمات هاي بلحن بسيط الجمل قدوس 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 رب الجنود مجده ملقه كل الأرض كلمات قليلة لكن فكر فيها معي زي ما سمعنا اليوم إنه كل ما بعدنا عنه كل ما شوفنا الأرض مليانة بأشياء تانية مليانة بأعمال إبليس مليانة بالشر لكن في اسم المسيح اليوم ساعدنا نتقدس يا رب ساعدنا نشوف مجدك ملق كل هالأرض الأرض الممنوقة فينا مجدك يظهر فينا إحنا تتمجد في أعمالنا يا سيد في اسم المسيح أمين موسيقى 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 قدوس 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 رب الجنود موسيقى موسيقى ملء كل الأرض معي قدوس 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 الرب الجنوب قدوس 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 is the lord almighty the whole earth is full of his glory 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 there is at least in the journal of this three letters اللي نقولهم دوافع يدفعونا كمؤمنين ان احنا نعيش بقداسة اول دافع هو ان ابونا كدوس كونوا كدسين كما ان اباكم السماوي هو كدوس فالابن اللي بيعمل عكس ابوه وبالذات لما يكون ابوه شخص كويس وهو يبدأ يعمل افعال مشينة يقوله عليه ابن عق حتى وقت كتير يقولك ده مش ابنك لانه مش بيعمل اللي انت بتعمله فاول دافع يدفعنا ان احنا نكون قدسين لان ابونا سماوي قدوس ولانه دي طبيعته فهو يريدنا ان نعيش بقداسة وان نعيش ببر هو لا يقبل الخطيئة ولانه هو قدوس ليس فيه الظلم البت كده هو قال لنا حتى انه انتم نور العالم وانتم ملح الارض وقال لنا انه كنوا كاملين كما ان اباكم سماوي هو كامل فالله بيشجعنا على ان احنا نكون زيه نكون مشابهين صورة ابنه نكون ابناء الله اللي فعلا بنظهر طبيعة الله وطبيعته هي القداسة فده اول سبب اول سبب يخليني اعيش حياة القداسة هو ان ابويا السماوي قدوس زمان كانت الشعوب بتتصرف على قدر فهمها للالهة بتاعتها فلو الالهة بتاعتها دي الهة ناجسة بتعيش الشعوب في النجاسة لو الالهة دي الهة بتقدس العنف الشعوب دي بتعيش في العنف لكن الله الهنا هو اله قدوس وعشان هو قدوس هو بيطلب ايضا من شعبه من اولاده ان يكونوا قدسين الحاجة التانية والمهمة جدا انه الله بيدين الخطير لان قدوس هناك كونسكوانسس او هناك عقاب للخطير هو لا يتهاء مع الخطير فيمكن سبب اخر يخليني اعيش قدوس هو انه للخطير نتائج وعواقب وانه الله ها يدين الخطير وهي حسبنا على خطيانا هنقف قدام المسيح في يوم من الايام لكي يعطي كل واحد منا حسابا عما صنع قيرا ام شرا الحقيقة دي ما نقدرش نهرب منها ما نقدرش نخفيها الحقيقة دي حقيقة مهمة جدا وعشان كده لازم اعرف انه قداسة الله بتعني حكمه وديننته وتأديبه للخطاء احنا كابناء الله يؤدبنا زي ما يكلمنا كاتب رسالة العبرانين في اصحاح 12 انه الله بيؤدب اولاده والله ممكن يؤدبنا والله ممكن زي ما احنا بنعلم اولادنا ونؤدبهم على السلوك الحسن الله ممكن يؤدبنا على الخطيئة علشان ناسلك حسنا فاعرف انه هناك عقاب للخطيئة وهناك نتائج للخطيئة وان الله لا يشمخ عليه وانه ما يزرعه الانسان اياه يحصل ايضا حاجة الثالثة والمهمة هو انه التمن اللي اتدفع فينا تمن غالي جدا قد اشتريتم بثمن عش كده يقول لهم هنا انه انه انتم اتدفع فيكم تمن غالي يقول لهم في عدد 18 عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب التمن اللي اتدفع لفدأنا هو دم يسوع المسيح فاحنا اشترينا افتدينا اتحررنا من الدينونا اتحررنا من سلطان الخطيئة وصرنا مفديين بدم يسوع المسيح فالتمن اللي اتدفع فينا غالي ولانه التمن اللي اتدفع فينا غالي فالله بينتظر مننا ان نسلك بحسب هذه الدعوة وأن نعيش بحسب هذه القيمة أن الخطيئة كانت مكلفة جدا وكلفت يسوع المسيح أن يبذل نفسه من أجلنا على عود الصديق فدول الثلاث حاجات اللي بيكلم عنهم هنا أنه طبيعة أبونا سماوي قدوس أنه الله بيدين الخطيئة أن احنا اشترينا بثمن ودول يمكن الموتيفز أو الدوافع اللي تشجعنا كمؤمنين أن احنا نعيش في هذا العالم الملوث دون أن نتلوث في هذا العالم الساقط دون أن نسقط في هذا العالم الخاطئ دون أن نفعل خطيئة ليس لشيء إلا لأننا أولاد ملك الملوك أبناء النور وأنه الله اشترانا بدمه وأنه احنا عارفين أن أجرة الخطيئة موت وأنه هناك دينونا دايما على فعل الخطيئة الرب يدينا نعمة نحنا نعيش بحسب هذه الدعوة دعوة الله لنا أن نكون قدسين آمين 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 مبارك اسمه تعالوا نصلي في الترنيم اللي جاي اللي بتقول أنا بطلب مجدك وريني مجدك إن كان في قلبي خطيئة ورعتها كتير خلصني من العبودية بقوة تحرير مثل ما نذكر في مزمور 66 إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب تعالوا نصلي زي ما سمعنا إنه إحنا بدنا القداسة لكن القداسة مش بس اختيار القداسة عمل القداسة إرادة إنك تسعى نحو القداسة مش يعني الله القداسة متاحة للكل لكن من يطلبها ويعيشها ويسلق فيها ما ينفعش أقول له قدسني وأنا قاعد ما ينفعش أقول له يا رب اغفر خطيتي وأنا لسه بعمل الخطيئة نفسها ما ينفعش أقول له وريني مجدك وأنا عناي مشغولي بأشياء تاني بدنيا تحجب عني هذا المجد تعالوا نصلي تعالوا نصلي انا بطلب ما أجدك وريني مشغولي بأشياء تاني بدنيا فعيني أشياء تاني بدنيا تحجب عني بدنيا أنا أطلب ما أجدك وريني مشغولي بأشياء تاني بدنيا فعيني أشياء تاني بدنيا يا يسوع انت احتياجي بتمسك فيك وانت فرح يوتاشي أنا عيني عليك يا يسوع انت احتياجي بتمسك فيك وانت فرح يوتاشي أنا عيني عليك أنا بطلب ما أجدك وريني مشغولي بأشياء تاني بدنيا فعيني أشياء تاني بدنيا وريني ماجدك وزيتمت عليّ أشور شيلها بيدك وإن كان في قلبي خطيرة ورعدها كتير خلصني من العبودية في قوة تحرير وإن كان في قلبي خطيرة ورعدها كتير خلصني من العبودية في قوة تحرير أنا بطلب ماجدك وريني ماجدك وسكان في عيني أشور شيلها بيدك أنا بطلب ماجدك وريني ماجدك وسكان في عيني أشور شيلها بيدك أنا مستنك يا فديا وقلبي عطشان رؤيت شخصك تحيني ونبعك مليان أنا بستنك يا فديا وقلبي عطشان رؤيت شخصك تحيني ونبعك مليان أنا بطلب ماجدك وريني ماجدك وسكان في عيني أشور شيلها بيدك أنا بطلب ماجدك وريني ماجدك وزكان في عيني أشور شيلها بيدك أمني موارك اسمك حاضرة الأسيس وإحنا منحكي عن القداسة وتعودنا إنو الكنيسة بتعلمنا إنو في ناس حاشوا قديسين منشوف صورهم، منقرأ سيارهم، منتعلم من نهاية حياتهم كيف كانت على الأرض نهاية خدمتهم وكيف تركوا أثر في العالم هل كل شخص مدعو يكون قديس؟ هل بقدر أنا أكون قديس في إمكانياتي القليلة أو الكتيري زي ما أنا شايف نفسي؟ هل القداسة متاحة للجميع؟ أم فئة معينة من الناس؟ ده سؤال جميل أخويا ناصر شكلك يعني هتدخلنا في مشاكل أنا بضحك بس اللي يقرأ كتير معدس مجرد قرية مش بس دراسة يعرف أنه كل المؤمنين بالمسيح يسوع وصفوا بالقدسين يعني لما كان بولوس يكتب رسالة إلى الكنيسة كان إلى القدسين الذين في أفاسوس أو في كرونسوس مع أنهم كلهم بشر كلهم مؤمنين ما فهمش طبقية بقى الكهنوت والعلماني كان كل جماعة المؤمنين فكل جماعة المؤمنين هم جماعة مقدسة مقدسة يعني مخصصة للرب إبيعتم مقدسة يعني امنت بالمسيح وصارت منفصلة عن العالم صارت مخصصة للرب فكل مؤمن هو مخصص للرب كل مؤمن هو منفصل عن العالم وعيش مع الرب إنما فكرة إنه لقب قديس يطبق أو نطبقه على بعض الناس وبعض الناس تنين لأ ده فكري بشري ملهوش أي أساس كتابي كل مؤمن عارف المسيح هو قديس وكل مؤمن قبل الرب يسوع النهاردة أو من خمسين سنة هو قديس كل مؤمن عنده خدمة معروفة علنية أو عنده خدمة خفية هو قديس كل من تقدس بعمل المسيح وخصص لمجد الرب وصار ابن الله بعمل المسيح صار قديس فكلنا قديسين في المسيح يسوع وعلشان كده لأننا قديسين لابد أن نستمر في القداسة كونوا قديسين لا تعني أنه أنا كنت كمؤمن عايش وحش وبعدين ربنا يشجعني أن أنا عايش كويس لا لا هو أريد لأن أنا قديس في المسيح أستمر كقديس في المسيح لا أجعل الخطيئة تشوهني ولا أجعل الخطيئة تلوث حياتي لكن أعيش مخصص للرب وأعيش ابن لله في كل جانب من جوانب حياتي لأنهم كونوا قديسين في كل سيرة يعني في كل عمل في كل خدمة في كل فكر في كل تصرف في كل شيء كونوا قديسين لكن فكرة بقى النهاردة فلان دوان الكنيسة بتعطيله لقب أنه قديس والناس بتزوروا وإلى آخره دي كلها أشياء من صنع البشر ليس لها أي أساس كتابي ولا حتى الرب يسوع أعلم عن هذه الأشياء لكنها مجرد أفكار بشرية بس لكن بتحفزني حضرة الأسيس يعني أنا أنا بحب القديسين اللي الكنيسة بتطويبهم وتذكرهم وكذا عشان نتعلم منهم يعني بشوف في كل حياة واحد فيهم في حمل صليب في معاناة في آلم صح لكن في نفس الوقت في شهادة للمسيح فعشان أكون قديس فيه علي دور أعمله يعني أنا قبلت المسيح صح وزي ما تفضلت وأنا سميت ابن للقدوس صح بس بيحتم علي مسؤولية كبيرة برضو أنا في حياتي بس أخي ناصر طبعا يعني في ناس استشهدت وفي ناس بتستشهد النهاردة في ناس تألمت وفي ناس بتتألم النهاردة في كنيسة متألمة في بلاد كثيرة في الإخوة العابرين في أماكن كثيرة ليه إحنا ما بنتلقش على الإخوة العابرين النهاردة كمان القديس فلان يعني ما ده برضو متألم من أجل المسيح كويس وبعضهم فقد أشياء كثيرة لأجل المسيح هو المفروض أنه قديس فلان مفروض أنه كلنا في نظر الله قديسين كلنا أمام الله أبناء اختسلنا بدم يسوع المسيح لكن حتى النهاردة فكر الكنيسة عن لقب قديسي يعني مثلا لابد أنه يكون الشخص مات وبعد موته بسنوات يكون بيصنع معجزات تويس يعني فيأخذ لقب قديس يعني البابا يوحنا مثلا لم يأخذ لقب قديس إلا بعد ما ماته وبعد لما ماته بكم سنة حسب الروايات كان لازم يعمل معجزات والبعض يجي وقال لا البابا وهو ما يتعمل معجزات فكنيسة يعني أعطته هذا اللقب هذا فكر ليس موجود في الكتال المؤدسة نحن نتعلم من سيراتهم لكن هو إنسان أيضا مثلنا في الألام كلهم وأخطأوا وكان عندهم ضعفات والكتال المؤدس ابتداء من إبراهيم وصحاق ويعقوب وموسى ويشوع وداود وسليمان كل واحد فيهم كان عنده ضعف واتنين وكل واحد فيهم أخطأ لكن إحنا بنتعلم من سيرتهم من إيمانهم والكتاب لما سجل لنا هؤلاء سجل لنا لأجل تعليمنا نحن علشان نتعلم من سيرتهم ولما سجل لنا عن سحابة الشهود في عبرانيين 11 حطلنا أسماء كلنا عارفين إنها فيها ضعفات لكن عشان يقول إنه بالإيمان عاشوا حتى بدعفاتهم لكنه بالإيمان عاشوا مع الرب إنما الفكر الحالي بصراحة ما لهوش أي علاقة بفكر الكتاب معدس من ناحية القداسة أو القديس الفلان والقديس الفلان أنا معك بس بس في نقطة إنه لما أنا الإنسان العادي بشوف أعمال شخص معين أعملها زي القديس بولسه اللي كتبوا برسائله والمعاناة اللي عنها ما بخليش أوقف مكتوف الأيدي وأقول إنه يعني أنا بحفزني إنه بدي أكون زيه بدي أعمل زيه صح فبشوف فيها جزء إيجابي كتير كبير إنه يذكر عن سيرهم لنتعلم منهم بس مش لازم يعني اللقب يبقى حكر على جماعة لا أكيد أكيد طبعا برتوكولاتو والكنائس لها اسمها اللقب هو لقب عام للمؤمنين صح بكل جيل وفي كل عاصفه في كل زمان في دائرتك أنت في كنيستك بتعرف أشخاص معينين عارف معاناتهم معاناتهم عاشوا فبيكونوا بالنسبة لك قديسين ونفسي فلان وأنا وغيري لكن بشكر الله إنه لسه يعني لسه بابه مفتوح في الرحمة ولسه قداسته متاحة للكم طبعا يعني إحنا كمسيحيين بديش أقول المحظوظين متباركين متباركين عشان هذا السبب أنا في كل مرة بقول لإخواني غير المسيحيين إنه من فضلك أعرف أعرف المسيح أعرف أعرف المسيح ده حقيقي ليش هدف تغير دين ولا هدف إنه نزيد عدد للمسيحيين ولا ما بيفرق ما بيفرق إلهنا إله نخوس النفس غالي ده صح ده حقيقي عشان كده الكتاب يعني أفاسوس مثلا هأرى المقدمة بتاعت رسالة أفاسوس يقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القدسين الذين في أفاسوس كويس إلى القدسين الذين في أفاسوس ونفس الحكاية قالها في رميا واحد أيضا إلى القدسين الذين في رميا وقال أيضا في كرونسوس الثانية برضو يتكلم عن مؤمنين كرونسوس القدسين فاللقب يطلق على كنيسة المسيح على جماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيح أمين أمين ما أمجد ما أمجد هذا الإلهة العظيم أمين في كل مرة بوقف قدام سفر الرؤية والأنشيد اللي انقلتهم في أول أنشيد انقلوهم الكائنات اللي أربعة حول العرش بعدين 24 شيخ الرب بعث لي لحن بسيط لهالكلمات اللي بتقول قدوس قدوس الرب والإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي قدوس 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 مباركسم أمين موسيقى 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 الرب الإله القادر على كل شيء موسيقى 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 الذي كان والكائن والذي يأتي كتوس 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 أنت مستحق أن يهرب أن تأخذ المشد والكرامة والقدرة أنت مستحق أن يهرب أن تأخذ المشد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائن وخلقت كتوس 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 لك المشد لك المشد أمين نحن ممكن نصلي أن نتحد مع الأخوة المشاهدين ونصلي أنه أنه رب يدينا أن نحن نعيش بحسب الدعوة اللي دعانا بيها دعوة مقدسة أمين يعني الحياة مليانة مغريات والخطيئة تحاول تغرينا بكل صورة وبكل شكل لكن الرب يقدر أنه يدينا نعمة نحن ننتصر على الخطيئة ونعيش للرب ونعيش لمجد الرب يا رب أنا بصلي من أجل حياتي ومن أجل حياتك ويا ناصر ومن أجل كل خدامك يا رب ومن أجل كل المشاهدين أنت دعيتنا رب لذاتك دعيتنا لشخصك دعيتنا مش لممارسة فرائد وممارسة تقوس لكن دعيتنا لعلاقة حية معك دعيتنا إلى علاقة يسودها الإيمان والثقة والطاعة وحياة البر والقداسة يا رب نشكرك نشكرك لأنه كل من عارف يسوع المسيح وعارف أدئي يسوع أحبه وأدئي يسوع دفع تمن لفدائه والخلاص بيدرك يا رب أنه حياته اللي بيعيشها مش عيشها لذاته لكن حياته اللي عيشها يعيشها لمجده سواء كان مهندس أو دكتور أو عامل أو رب البيت أو موظف كل شخص في مجاله عايش يا رب لكن غيته وهدفه الأكبر هو مجد المسيح أن يكون نور للعالم وملح للأرض أن يكون مثل أبوه السماوي كاملا في حياته وكاملا في تصرفاته يا رب بصال أنك تحمينا من كل شر تحمينا من كل خطيئة يا رب أنت عارف أدئي إبليس لا يهدأ ولا يا رب يرتاح لكنه عامل كأسد يقول من حولنا بإغراءات وبخطايا وبشرور وبأثام ولو أمكن يا رب أنه ممكن يضل المؤمنين لكنه نشكرك لأن احنا محفوظين في إيدك يا رب وروحك الكدوس ساكن فينا ادينا يا رب نصرة على الخطيئة ادينا يا رب حياة فيها التزام وفيها استقامة وفيها أمانة طهرنا من كل خطيئة واخسلنا بدم ابنك يسوع المسيح يا رب فنكون في كل أمور حياتنا وفي كل سيرة كدسين كما أنك أنت أيها الآب كدوس في المسيح يسوع آمين 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 طهرني من خطيئي وقد أنت خطاي وليكن من فكر قلبي مرضي أمامك يا الله قلبا نقيا طاهرا تخلقوا فيها موسيقى 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 قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة قلبا نقيا مطاغرا اخلق فيا يا الله وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة طهرني من خطيا وقد انت خطايا وليكن فكر قلبي مرضي امامك يا الله طهرني من خطايا وقود انت خطا وليكن فكر قلبي مرضي امامك يا الله صليها معا قوليها معا قلبا نقيا طاغرا اخلق فيا يا الله وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة قلبا نقيا قلبا نقيا طاغرا قلبا نقيا طاغرا اخلق فيا يا الله قلبا نقيا طاغرا وفد بروحك داخلي جدد سبل الحياة قلبا نقيا طهرني من خطيا يا راقد أنت خطأ وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله أنت القدوس قدسنا أمامك يا راقد أنت القدوس قدسنا أمين هو قادر يسمح الله ويستجيب حضرة الأسيس أنا بشكرك على اللي علمتني يا اليوم وعلى أنه مش سهلت الأمور لكن جعلت الأمور متاحة أنه كل واحد فينا مدعو أن يكون قديسه بيقدر وبيقدر فين يسوع بيقدر طبعاً بحقي بعد إذنك الأسيس فيه عندي طلبات صلاة حضرتك تصلي لهم عندي طلبة صلاة الأخت نغم والأخ مجدي شفيء والأخ أيمن فيكتور الأخ سليم والأخت سميرة نصلي لشفاءهم من أمراض الكانسر آه أمين أمين يا رب احنا بنشكرك لأنك أنت إلهنا اللي مكتوب عنه أنا هو الرب شفيكم أنت أعلنت عن نفسك يا رب وقلت أنا هو الرب شفيك أنت رب الأمامك يا رب كل مرد يذهب أنت يا رب اللي بكلمة واحدة بتشفي أنت يا رب اللي بلمسة واحدة بتحيي بنجي لك يا رب و بنقول لك أنظر يا رب نظرة حنان وعطف إلى رب عبيدك المتقلمين اللي زكروا بالاسم أمامك والذين والذين لم يذكروا أيضا يا رب اللي طلبوا أن احنا نصلي لأجلهم والمتقلمين الذين لم يطلبوا أن نصلي لأجلهم يا رب تحنن أنت يا رب يا رب تعالى وتنازل ولمس كل واحد فيهم لمسة شفاء من عندك يا رب تقدر يا رب تزور كل واحد فيهم زيارة خاصة تقدر يا رب أنك تفتقد كل واحد منهم في بيته أو في مستشفيته أو في المكان اللي هو عايش فيه تقدر يا رب تسند النفس المنحنية تقدر يا رب تسند الجسد الضعيف تقدر يا رب تدي قوة في الروح وفي الجسد تقدر يا رب أيضا تدي سلام في الداخل يا رب لأن إبليس بيأتي في هذه الظروف يا رب بخوف وبقلأ وبانزعاج وبالتراب لكن يا رب مكتوب أنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا يا رب تعالى بسلامك واحفظ قلوبهم واحفظ أفكارهم اديهم يا رب أن يكونوا مليانين بالسلام ومليانين بالثقة ومليانين بالإيمان ومليانين يا رب بالاتكال عليك يا رب نشكرك لأنك حنان ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة البعيد منهم يا رب قربوا إليك وعرفوا عن شخصك وافتح قلبه لعمل نعمتك والقريب منك اجعل حياته حتى في مرضه تكون بركة لكثيرين يا سيد نشكرك ونبارك اسمك لأنك عما نقيل الله معنا في المسيح يسوع آمين 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 يا سيد قدوس أنت قدوس أنت قدوس أنت يا الله قدوس أنت يا قوي الحي الذي لا يموت قدوس أنت قدوس يا تاج السماء قدوس يا رب العطاء قدوس رب الصباوت قدوس أنت قدوس أنت قدوس قدوس يا رب العطاء فوق الكواكب والشموس قدوس 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 هم يا مبدع الوجود بحكمة فاقت الحدود مستحقون السجود قدوس أنت قدوس يا رب الجنود يا من على الكل تسود فلسلطانك الخلود قدوس أنت قدوس 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 يا من على الوتا فوق الكواكب والشموس قدوس 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 هنحن نأتي منتصار نعلن مجدك باستمرار نبارك اسمك يا بار قدوس 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 يا من على الوتا فوق الكواكب والشموس قدوس 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 اجد الفرصة اللي اعطانا يا نوجت في محضره فاشكركم على متابعتكم وبصلي هذا الاله القديس يساعدنا نكون قديسين في المسيح في المسيح يسوع وبصلي يدوم فيكم يغمر ألبكم دائما 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 سلام سلام المسيح